مولاي يا مولاي من سيدنا الحسين وكل يوم تيجي البشارة بالقمارة ونزور ونحكي نحكي حكايات أصحاب المقامات الزمن والتاريخ والناس الصالحين وأول ما نبدأ قول نصلي على الحبيب مولانا رمضان المصري مع الدكتور عمر الليسي والممثل القدير أحمد صيام مولانا زيارة جديدة للتاريخ يكتبها الكاتب الكبير محمد الشبة ويخرجها تامر حسني مولانا على الشرق الأوسط ربنا يا جزيك يا رمضان يا مصري معقولة مدوخني وراك من صوحيط ربنا أطلع من شهارة عدخل حارة من جو حارة حرم عليك يا أخي لو اختيني يا شيخ يا صعبي تعبتوا بدي إيه أما تكيد أموال يا راجل نزول علينا إيه أنا لكن العربي هند القلعي يا أخينا أخي دا ماشي منك لحد هنا إحنا فين يا عم أطاعت نفسي نه في باب الوزيرة زيدي خلاص وصلنا والي قدامك دا يا جامع الست المصونة الكمل أم السلطان شعبان وفي قول آخر جامع الأميرة خند بركة أم السلطان أبو المفاخر شعبان ابن حسن ابن محمد قلوان تاني قلوان هي عيلة قلوان دي إيه ما بتخلص؟ لأما عيلة القلوان دي كانت أهم عيلة في عصر المماليك البحرية وكل سلطانها كانوا بيهتموا ببناء المسادد والمدارس والأسبلة والبيمرستان فعلا واضح كانوا فنانين بدليل الجامع الجميل دا اللي بناها السلطان شعبان تكريما لوالدته وسمى باسمها مع إنه مكتوب هنا إنه ادفن فيه قبلها بعد اختياله يا أخي المماليك تلك كانوا ناس عجيبة كده معظم سلطانهم ماتوا مأتولين وليلين منهم كده اللي ماتوا متتربرة هم رغم إن كان فيهم سلطان كويسين زي شعبان دا اللي حكم مصر والشام سنة 1363 والمدة 14 سنة لأنهم كانوا غالبا بيتقتلوا في سراع ومرأة المماليك على السلطان غريبة مع إن السلطان الأشرف شعبان دا زي ما بيقول صاحبك المقريزي كان من الحكام اللي حربوا الفرنجة في الشام وكان محبوب من المصريين كان محبوب عشان كان رجل طيب ويحب أمه ويقدرها والأم بالذات لها مكانة كبيرة قوي أخ عمر عند أقل المحروسة واللي مالوش خير في أمه ومالوش خير في الناس واضح فعلا يا مولانا أنهم شعبان دي كانت ستة عظيمة والستات عموما في تاريخنا كان لهم دور عظيم سواء في حياة أولادهم أو في العمل العام وخند بركة دي بالذات يا صاحبي كانت سيدة مهمة جدا في العصر المملوكي ويقال إنها كانت شديدة الكرم والإحسان وقدرت بزكاءها وانفوزها تخلي ابنها شعبان يتولى الحكم بوصيتها وهو عنده عشر سنة على فكرة أنا أعرف إن إخوان دي كان لقب شائع في الزمن ده زي فخمتك أو ما عليك وكان بيتقال كنوع من الإحترام كده لسواء للرجالة أو للستات الستة ومشعبان لما راحت تحج سنة سبعمائة وسبعين هجرية خدت معاها ميت جمل شايلين بضايع وأكل وكيس والأهل مك والسنة دي سموها أهل المحروسة سنة أم السلطان عشان كانت سنة رخاء وخير ما شفيتوش المحروسة قبل كده الحقيقة ما بنى المسجد بتاحها في شارع باب الوزير والمدرسة الملحقة بيه ما بنى رائعة مولانا وعجبتني قوي النقوش الإسلامية المحفورة في السقف من لون الأزرق والدهبي والنجف الجميل ده أكيد لما بينور بالليل بيبقى إيه؟ طحفة ما نقص لي ليل مصر والمسك خبتاني بختم المسك الأرض بتتكلم أربسك الأرض بتتكلم عربي تحت الشبابيك في ممر بابيك كان شيخ بيغني في عمر أبيك الله ينور عليك الله ينور عليك وبكر يتقابش وتكمل جولتنا مع مولانا في مساجد المحروصة ونقول السلام يا مولانا ونقول عليكم السلام غدا تتواصل الرحلة مع مولانا رمضان المصري يصحبكم فيها الدكتور عمر الليسي والممثل القدير أحمد صيامو يكتبها الكاتب الكبير محمد الشباب الأشعار فؤاد حدد والإخراج تامر حسني